تقول بنتها زواجها إن شاء الله بعد عشرين يوم تقول توفي خالها خال أم علي تقول ما ندرين كم من الزواج أخاف الناس يتكلمون يقولون هذا الآن ما زال توفي قريب توفي وكيف تقيمون فرح يا أختي أم علي بارك الله فيك يجب على الناس أن يفرقوا بين الأشياء يجب على الناس أن يتعاملوا بالواقع بالنسبة للرجل الذي مات الذي يحاد عليه هي امرأته فقط أربعة أشهر وعشرة أيام المرأة زوجة الرجل هذا الميت هي التي تحاد ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد أكثر من ثلاث أيام إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام أمه أم الميت هذا ما يجوز اتحاد أكثر من ثلاث أيام للأسف الآن أغلب المسلمين وللأسف بعض الأمهات تتحاد على ولدها سنتين وثلاثة وتحرم زوجة من حقوقه ودائما كئيبة ودائما حزينة ودائما والعياذ بالله ساخطة على القدر وكأنها معترضة على الله عز وجل كأنها تقول ليش يا ربي أخذ ابني وليش يا ربي أخذت قريبي وهذا حرام ما يجوز يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولذلك اللي مات أخوها اللي مات أبوها اللي مات ابنها اللي مات كذا يحرم عليها أن تحاد الحداد الشرعي أكثر من ثلاث أيام بمعنى تجسن بالخمسة أشياء يعني الخروج من البيع عدم